رجعنا لحضراتكم وإحنا بنفكركم إن إحنا مازلنا مع سلام هذا السلام هو اللي يملأ قلوبنا ويملأ حياتنا طمأنينة ويصرف عنا الألاء الناس كتير وهي بتتعامل مع سلام دوام كرم الله سبحانه وتعالى بيتعاملوا مع سلام دوام الكرم وهم مش بيصدقين مش بيصدقين ليه لإني دايماً عندهم إحساس بإني مين قال إن ده يكمل معايا مين قال إن سات ربنا هيفضل مين قال إن كرم ربنا هيفضل مين قال إن أنا هفضل في هذه الحال ما الدنيا هي بتتغير من حواليا إيه اللي يخلي الدنيا هي بتتغير من حواليا أنا ما بقاش في حال تاني الحقيقة إن الكلام اللي أنت بتقوله بإن الحياة بتتغير وإن الناس بتتغير ده كلام حقيقي بس الله لا يتغير والله ما زال كريماً وما زال كرمه دائم ولكن الله سبحانه وتعالى إذا غير عليك الأحوال بيغير عليك الأحوال عشان ترى كرم الله بألوان متعددة لأن كرم الله سبحانه وتعالى واسعك وكوسع هذه الحياة وإنت شايف إن الكرم هو إن أنت يفضل اللي أنت حطه في حياتك يفضل زي ما هو أو يزداد المال اللي عندك أو يزداد الملك اللي عندك أو يرتقي أولادك وبس لكن الله سبحانه وتعالى لا يدير أملاكك ولكن الله سبحانه وتعالى يدير حياتك الله سبحانه وتعالى يقدر حياتك ويسكبها في الكرم أكتر مكان ممكن ما تكونش شايف إن هو فيه كرم ممكن يكون هو ده مركز حياتك الآمنة وإنت مش واخد بالك علشان كده بقول لابد إن احنا نتعامل مع الحقائق الربانية بهذا المعنى إن احنا موجودين ودائمين وإن احنا لو غفلنا عن هذه الحقائق ده مش معنى كده إن المعية مش موجودة والكرم مش دائم الكرم دائم في كل حال لإن احنا لا نتحمل زي ما قلت قبل الفاصل لا نتحمل تجليات جلال الله وإلا ما كناش هنقدر نتحمل لإن الجبل لما تجلى ربه فلما تجلى ربه للجبل جعله دكة إذن نحن لا نكن نستطيع أن نتحمل تجلي الله علينا إلا ونحن في ظل وهو معكم أينما كنتم فكنا في معية الله سبحانه وتعالى فالمعية هي التي خففت من علينا تجلي الله علينا وعشان كده إدرنا نتحمل تجلي الله علينا فإلا حاصل ففضلنا بقى وإحنا مسكوب على قلوبنا الله لطيف بعباده سلام دوام الكرم هيخلينا مطمئنين لأن احنا مندوق حلاوة دوام الكرم الرباني لا عندما تقع الأزمات ولكن احنا طول الوقت عايشين في كرم ربنا عايشين في كرم ربنا وخاصة لما تيجي الأزمات هنشوف متعت ونشوف فتح إن معي يا ربي ساهدين فلو ما لهاش بلسانه فبيكون حاله كده حاله إنه هو إنه هو غارق في كرم الله لأن في بعض الأحيان الأولوب بتبقى بتقول زي ما كانوا بيقولوا بني إسرائيل إنه لمدركون القلب اللي مليان بسلام دوام الكرم ما يقوله إن معي يا ربي ساهدين فغير الله سبحانه وتعالى عليك كل ألوان الحياة عشان تعرف كرم فغير الله سبحانه وتعالى العادات وشق ليهم طريق في البحر يبسة من أجل إنهم يشوفوا كرم إن معي يا ربي ساهدين فعليك الإيمان بإن كرم الله معك على الدوام فتجد المصائب مصائب على غيرك لطف عليك أنت وعلشان كده دايما بنقول أدر ولطف لأننا لا نرى التقدير إلا باللطف فزي ما ربنا سبحانه وتعالى لم ينزل داء إلا وأنزل له دواء كذلك سبحانه وتعالى لم ينزل مصيبة إلا ومعها الفرج إلا وهي نيازلة بلطف فمن يظن أنه ليس من أصحاب هذا الشاه وليس عنده أنوار المعية وإنه مغلق عليه ومغلق على قلبه فالحقيقة إن الظن ده هو الظن سوء وهو اللي أغلق على قلبه لكن الله سبحانه وتعالى فاتح نفحاته وكرمه على قلبه بس كل اللي عنده ده من باعه من أوهامه فالله عز وجل سبحانه وتعالى قال من أتاني يمشي أتيته هرولة حضرة النبي جعل حضرة النبي ينطق بهذا الكلام عشان كل واحد فينا يطمئن أتظن بعدها إن الله سبحانه وتعالى سيردك وهو الذي حفزك وهو الذي دعاك إلى أن تقبل عليه فلازم التأقن من دوام الكرم والتأقن من دوام الكرم هيزهي بالخوف عنك